بسم الله والحمد لله والسلامة والسلام على رسول الله وبعد زي كسان ربع عاملين ايه؟ يا رب كلك تكون بخير يا حبيبي نهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض اسئلة لسن فور في يونت تو هنحل اسئلة الدرس الرابع في الواحدة التانية من كتاب بيت طيبت وقبل ما نبدأ يا حبيبي بتنسوش لايك وشير وشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد لو عايزين اي حاجة اكتبوا لي في كمانت ونبدأ عارتوله من قول بسم الله الرحمن الرحيم أول سؤال بيقول لي read and match اقرأ ووصل السؤال ده بيهتمد على حفظ الكلمات فهم الدرس تبقوا عارفين كل المعلومات اللي في الدرس بتقول إيه وفهم القواعد علشان تحلوا صح لو حفظين الكلمات وحفظين الجملة المهمة اللي موجودة في كل درس ومذاكرين القواعد كواس جداً بتحلوا بكل سهولة ده الكلام اللي شرحناه في درس الدب والبجعة قلنا البجعة تطير بعيداً يبقى هنوصل نمبر ون بلتر سي نمبر تو يعني الدب لديه مخالب الكلام ده قلناه برضو وإحنا بنشرح درس الدب والبجعة قلناه إن الدب ليه مخالب كلو يعني مخالب جماعة كلوس كلوس يعني مخالب نمبر ثري يعني البجعة لديها من قار كبير برضو الكلام ده قلناه في الدرس نمبر فور الدب أقوى من البجعة برضو احنا بنشرح قصة الدب والبجعة قلنا إن الدب أقوى من البجعة بعد كده يعني انظر وأكمل بقول لي زيه وانت سأفش ايه اللي أمامنا في الصورة بيليكان يعني البجعة تريد سمكة نمبر تو إنه إيه طائر بيرد نمبر ثري I want to eat a pear دي كمسرة أنا أريد أن أأكل كمسرة I want to eat a pear بعد كده ده دبوس بإتس مي بين إنه دبوسي بعد كده read and complete اقرأ وأكمل بيجيب لكلمات بنختار الكلمة المناسبة نكتبها في النقط على حسب معنى الجملة النقط is in the river ايه اللي بيكون موجود في النهر أكيد الدب كلمة اللي تنفع من الكلمات دي كلها الدب يبقى بير نمبر تو the pelican has a beak البجعة لديها من R الكلمة اللي تنفع لي نمبر تو هي beak نمبر ثري the beard is in the sky يعني الطائر يكون في السماء يبقى كلمة beard number three نمبر فور the peas are green يعني البسلة تكون لونها أخضر نمبر فايف peas هنا بقى النحل الفرق في النطق وفي حرف البي وطبعا هنا برضو يعني النطق واحد يعني متشابه بس مع اختلاف حرف البي في النطق يعني هنا بنقول ايه بنقول peas peas لو قلنا peas يبقى كده بننطقها زي النحل كده غلط هنا هنقول peas يعني البسلة لكن هنا هنقول peas peas يعني النحل هو نطق متشابه شوية لكن المعنى مختلف وهنا برضو الحروف مختلفة لازم ناخد بنا من النطق النطق بغير معنى الكلمة لو قلنا peas يبقى احنا كده بنقول بسلة كده غلط لازم نقول peas سوري لو قلنا peas يبقى احنا كده بنقول نحل لكن لما نقول peas peas يبقى كده بنقول بسلة يبقى هنا زي peas or green البسلة تكون لونها اخضر لكن هنا peas يعني النحل peas give us honey يعني النحل يعطينا العسل peas يعني النحل بنقولها كده peas بننطق البيع ده خالص peas give us honey يعني النحل بيعطينا العسل نشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده ريء الرينج الترتيب طبعا الترتيب بيعتمد على فهم الدرس دي اول حاجة تاني حاجة حاولوا تترجموا كل الكلمات اللي عندوكو في كل نمبر وتكونوا المعنى بالعرب الاول نمبر وان هتبقى the pelican looks scared جملة اخدناها في الدرس يعني البجعة تبدو خائفة the pelican looks scared انا مرقمة وكتبت الجملة تحت كل نمبر نمبر 2 which animal is angry which animal is angry يعني اي حيوان يكون قطبان كان الدب هو اللي قطبان زي ما قلنا في الكيسة نمبر 3 the bear can hear the happy pelican flying away تاني هنقولها تاني the bear can hear يستطيع ان يسمع the happy pelican البجعة السعيدة flying away تطير بعيدا كان في الوقت ده معها ايه السمكة in its mouth في فموها بعد كده نمبر 4 احنا قلنا الترتيب يعتمد على فهم الدرس لو فهمين الدرس بترتيبه بكل سهولة نمبر 4 the bear is stronger than the pelican the bear is stronger than يعني يكون اقوى من the pelican البجعة بعد كده بقول لي look and put in the descending order descending order يعني الترتيب التنازلي descending order الترتيب التنازلي يعني من الكبير للصغير من الكبير للصغير اول حاجة اكبر كسرة عندنا هو one over one واحد على واحد هيدينا واحد صحيح يبقى الواحد اكبر حاجة بعد كده three over four التلاتة على اربعة يعني التلاتة اربعة بعد كده one over two النص يعني واحد على اتنين بعد كده one over four الواحد على اربعة يعني الربع يبقى اكبر حاجة واحد على واحد لان كده هيدينا واحد صحيح الواحد اكبر من التلاتة اربعة وبعد كده التلات تربع اكبر من النص وبعد كده النص اكبر من الربع يعني احنا كده رتبنا ترتيب تنازلي من الكبير للصغير بعد كده بقى بنوصل كل كلمة بالصورة اللي بدل عليها كده بيرد طائر كده بيز بسلة بير دوب بين دبوس هنا بي نحلة بيك من قار بير كمسرة بيليكن بجع بعد كده بنكتب جمل write a paragraph بنكتب باراغراف من خمس جمل بقول لي write five sentences اكتب خمس جمل using the following words باستخدام الكلمات التالية عبارة عن باراغراف بنكون جمل بس بنستخدم فيها كل الكلمات الموجودة فوق اول جملة هقول the bear and the pelican or hungry ممكن ندخل كلمتين او تلاتة في جملة عادي بس المهم نكون خمس جمل هنقول the bear and the pelican are hungry يعني الدب والبقعة جوعانين they are looking at a big fish يعني هم ينظروا الى السمكة الكبيرة they want to eat the fish هم يريدوا ان يأكلوا السمكة the pelican looks scared البقعة تبدو خائفة but ولكن the fish in the end the took يعني اخذت the fish السمكة in the end في النهاية ممكن نقول in the end أو at ينفع in أو at ثاني هنقول but ولكن it took it بتقود على البجعة هي كانت خائفة بس هي اللي اخذت السمكة في النهاية but ولكن it took the fish in the end بعد كده عايزين ندخل كلمة هابي في جملة هنقول the pelican was happy the pelican was happy يعني البجعة كانت سعيدة اكيد كانت سعيدة لانها في الاخر هي الاخرة اللي ايه السمكة وبكده يا حباب نكون انت هنا من حل اسئلة listen for في يوني تو من كتاب بت باي بت لو استفدتوا من الفيديو متنسوش تشيروا الفيديوهات لأصحابكم وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد واسمكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته